لم يجد الفلاح العراقي ما يحتفل به خلال يومه الذي يصالف الذكرى الرابعة والستين لتأسيس الاتحاد العام لجمعيات الفلاحية فبوار أراضيه الزراعية وتلف محاصيله وجفافها واندثار مصدر رزقه أصابه في مقتل تصحر سبعين في المائة من أراضي العراق الزراعية وفقا لقسم التخطيط في دائرة الغابات وتأثر أكثر من سبعة ملايين عراقي بالتغير المناخي فضلا عن تسبب الفيضانات والجفاف والعواصف الترابية بنزوح مئات الألاف من الأشخاص الذين يعتمدون على الزراع من أجل لقمة العيش أسباب دفعت منظمة الأرض الدولية للقول إن العراق يتعرض لكارثة بيئية الاتحاد العام لجمعيات الفلاحية قال إن الفلاحين الذين يشكلون نسبة ستين في المائة من المجتمع العراقي فرض توقف كمية المياك الواردة إلى العراق أدى إلى تقليص الخطة الزراعية لما دون النسب خاصة المحاصيل للسراتيجية المتمثلة بالحنطة والشعير في وقت سارعت دول عديدة في العالم لوضع خطة تكفل من خلالها ضمان أمنها الغذائي الذي بات يهدده تقلص أمدادات الحبوب من جراء الحرب في أوكرانيا أما في العراق ووفقا للأمم المتحدة فإن العراق يكاد يفقد هويته الزراعية ومع دخول فصل الصيف فإن القادمة سيكون أسوأ بحسب لجنة الزراعة النيابية عقب جفاف نغري دجلة والفرات بسبب تراجع تدفق المياه من دول المنبع التي تعاني هي الأخرى من موجة جفاف فضلا عن غياب الإدارة الناجعة لملف المياه واستغلال سيول الأمطار وإنشاء سدود جديدة كلها أسباب باتت تفاقم من حدة الأزمة دفعت باتحاد الفلاحين الذي يجد نفسه اليوم عاجزا إلى الاكتفاء بإطلاق مناشدات أقرب للتوسل بضرورة تمسك الفلاحين بأراضيهم رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها